أهلاً بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن كيفية علاج الغثيان للرجال أولاً نوصي بمراجعة الطبيب واستشارته في حالة إذا ما استمر الشعور بالغثيان مدة ثلاثة أشهر ينصح الأطباء بالابتعاد عن تناول الأطعمة الصلبة لما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان لا سيما فإن تناولها يزيد من الشعور بالغثيان ومن أبرز تلك الأطعمة الأرز والحليب والبطاطا والموز والأفوكادو يشير الأطباء إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة لمكوناتها التي تشتمل على المقليات ينصح الأطباء بتناول التفاح لما لديه من مكونات طبيعية تسهم في التخلص من الغثيان لدى الرجال يوصل الأطباء بتناول الوجبات مقسمة على مدار اليوم بأكمله بحيث يحصل المريض على كميات بسيطة من الطعام في الوجبة الواحدة وبالتالي لا تحتاج عملية الهضم إلى جهد أو عناء منه يشير الأطباء إلى ضرورة الابتعاد عن الروائح القوية فيما يرجع السبب إلى الشعور السيء الذي ينتاب بعض الرجال في حالة المعاناة من الغثيان بعد نفاذ تلك الروائح إلى أنفه علاج نهائي للغثيان ينصح الأطباء بتناول السوائل وبالتحديد السوائل الدافئة لقدرتها على تهدئة المعدة والحد من الشعور بالغثيان لا سيما أن الضغط النفسي والعصبي من أبرز المسببات التي تؤدي إلى الشعور بالغثيان والدوخة وربما القيء لدى الرجال لذا يوصل الأطباء بتجنب الضغوطات أو الدخول إلى مرحلة الاكتئاب لما لهم من أثر سلبي على صحة المريض في الشعور بالغثيان وعدم الاتزان كما يصهم التأمل وممارسة اليوغا يوميا على الحصول على صفاء الذهن والعقل ومن ثم الحصول على الهدوء النفسي والعقلي ومن ثم الحد من الإطرابات النفسية الاهتمام بالفنون المرئية والمسموعة من شأنها أن تهدئ المشاعر وتحد من الإطرابات وتصرف الفكرة عن الشعور بالغثيان الامتناو عن ارتداء الملابس الضيقة حول الخسر الحصول على نفس عميق فيما ينصح الأطباء بالخروج للاستنشاق وممارسة رياضة المشي في الحدائق أو الهواء الطلق وكذا النهوض باكرا وتناول المقرمشات المالحة الخالية من الدهون إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر